لماذا لا يتجه قطاع الطاقة إلى أنتاج الطاقة بطريقة غير تقليدية؟ عدد منها الكثير ما في رأيك؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أستاذ رايد و أحيي زميلي أستاذ مازن حقيقة هذا الموضوع في السنوات السابقة العراق مغيب عن العالم في هذا الاتجاه الذي يسمى الانتقال الطاقة الانيرجي ترانزيشن التي تنتقل من الطاقة الملوثة للبيئة إلى طاقة صديقة للبيئة هذا العالم كله يشتغل به والعراق دخل باتفاقيات كبيرة شفنا شيء على أرض الواقع؟ نعم شفنا شيء على أرض الواقع؟ لا هو أنا هسا جاي أكبل أكو شيء الآن بس هو ما مظهر للإعلام جيد العراق الآن في هذه الحكومة بدأ يعي هذه مسألة خطورة هذا الموضوع عنده تجاه المتناقضين ما يقدر يلغي دور وقود الحفوري اللي هو رخيص بالنسبة للدولة المنتجة وبنفس الوقت هو لا يتمكن من مجارات العالم في الطاقة المتجددة والنظيفة فبدأ الآن في مشاريع بسيطة في هذا الاتجاه الآن أكو مشروع إنتاج الطاقة التوليدية من غاز الهايدروجين هذا طاقة بديلة هذا الآن جديد الآن بدأ به في وزارة النفط مركز البحث والتطوير النفطي الآن بدأوا بهذا المشروع كبايلت بروجيكت مشروع صغير جدا قدروا يحولون الكهرباء بدلاً ما يستخدمون المولدات في المركز يستخدمون الهايدروجين الهايدروجين هذا الأخضر جرين هيدروجين من خلايا الشمس ومن تحليل إلكترودي للمياه مياه عادية يفصل الأكسجين عن الهايدروجين يستخدم الأكسجين يبيع الوزارة الصناعة للاستعمال الخاص لهم والهايدروجين يحولها الطاقة هناك شراكة الآن مع وزارة النفط مع شركة سلم درجير وهالي برتون في هذا الاتجاه ولكن هذا الكلام اللي أقوله ما زال في بداياته الأولى اللي هو لا يصل إلى مستوى دولة مجدية حقيقية بالضبط الدولة تدري الآن عندها مشاكل كبيرة بالطاقة الكهربائية مشاكل في استيراد الغاز الجاف من إيران هناك انقطاعات كثيرة لهذه الطاقة المهمة لا يوجد الآن حاليا كواقع نتكلم لا يوجد بديل واضح الآن عن استخدام الطاقة الحفورية هذه لا يوجد الآن رغم أن الحكومة أجرت تعاقدات أخيرة الآن مع فرنسا شركة توتال لإنتاج بحدود 2000 ميجا واط عن طريق شركة مصدر وشركة صينية من الطاقة الشمسية ولكن هذه الحد الآن مجرد على الوراق لم تدخل إلى الواقع شي منع؟ كوادر ما عدنا؟ إمكانيات ما عدنا؟ لا نحن كل يعني طبعا أنا مارد أقول إمكانيات مئة بالمئة أكون قطاع بالتكنولوجيا والعالم هذا مؤكد نحن نملك المال ولكن لا نملك أول شيء الإدارة الإدارة الجيدة مثل ما تفضل أستاذ مازل ولا نملك الإرادة إرادة وطنية لتغيير هذا الواقع هذا طبعا الآن إرادة حكومية لا نقول مدنية نعم هي الحكومية المؤثرة الآن الحكومة بدأت يعني بدأت الآن في تغيير هذا النهج تغيير هذه الإرادة ولكن التغيير تدري حضرتك يصدم بواقع عراقي الكثير جدا وهي